العرض للإخوة للجهة الدين أنا متأكد أن الإخوة ما أقربوا لشي كرموك إلا لأنهم يظنون أنك تستحق أنك خدمت الجهة يعني بإخلاص أظن ولدى من أنت كنت موظف عاما وكنت موظف وكنت أخذ أجراء بسيطة واستمرتي كتشتغل وخطت وخطت الأجراء أنت أنت ابن البار في هذا الحزن وتفقه منطقه إلى كين الأجراء نخدمه إلى ما كينش الأجراء نخدمه محتحيين في الدين كان دبا ما كانش عقلين والسبال الله يرحمه شكو اللي كان يقول للأخر ممكنش عقل كانت بيني وبينوا واحد المعنى كان رويوه كان يقول للإخوان هاد هاد المشروع دي لنا بحل شي واحد بحل شي شي ناس كي يبنيوا الجابع وهذا الجابع الناس اللي كانوا كي يبنيوهم قالوا لهم رغا دي لنا خلصوكم ومليك هتبشيوا عمد الله رغا يجازيكم وربما يدخلكم دي لشي أثناء العمل جاءهم أخر آخر قالوا لهم الخدمة الخدمة إلا بغيتوا تستمر مستمر الأجرة ما بقعتش ولكن الجنة إن شاء الله ولله سبحانه وتعالى يعني إجازيكم هذه كرها بقى كيرا اللي كان خدام غير على الأجرة مشى بحاله اللي كان خدام على الأجرة والجنة بقى خدام اللي كان خدام غير على الجنة بقى خدام أنا لأخوان اللي كان بوليكم المرجعية اللي كان بوليكم المرجعية عليش كانت درعاكم كانت درعاكم على الحقيقة الوحيدة الموجودة في قوق الأرض وهي أننا وهي خلاصة ديننا خلاصة ديننا هي ما يلي يانا الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبلونا بش يمتحنا وعطانا هاد الدنيا وذلك الشي اللي خلق لنا فيه بحال ملك نكونوا غاديا من الرباق لفاس ما عبسكم اشتبون فيك توقوهنا لأننا كان نقول الخميسات ومن الخميسات كان نقلسوه القهوة واحد شمية ولي عنده شي شمية بخلوس كي يقول له شي خوز وشوية ديال القطباء وشوية ديالتين واللي ما عندوش كيدخل شي بحلابا يقول شي شوية ديال الكيك بالله كي يقضي باللي كي علش لأنه مسافر ولي كي يوصل الخميسات ومشي تقلب على سقناة زيادة وعلى فين عاس وإحلامها وشانون لا يتعارف رسول مسافر غير ذي عام يرسل تيوصل للنفاس ولا لبنك ناس ولا شوف يمشي ديك الساعة تعيد الدير اللي هو الله سبحانه وتعالى الإخوة والمرآن الكريم خلاصة ديالك شي كله اللي قال لنا هي هاد وأنه خلقنا في هاد يمتخلنا وعطانا فيها هاد براكم باش تدخزوا هاد الساحة باش تأكل باش تشرب باش تزوج باش تشرب باش تنفيدات قليل كتير متوسط ولكن هالإخوة المخترمة كان معانا السبهات رحمه الله كان معانا السبهات رحمه الله كان معانا واحد المجموعة ديال إخوة خاصكم تعرفوا بأنه الجموعة كان مجيوليها كلها سيمان ولكن ما كان عقلوه جعلش تقولون فقهاء العيمة والخطرة كان عقلوه بعض النوبات وحدا من المبغشت نسانية حضارت خطل مسجد السنة ونلقى الإيمان تقول واحد الكلمة تحكي واحد القصة وقعت ل آآ يعني أحد السل الصالح ميمون بن مهرة رضي الله عنه كان عماق قال لولدو قال لوليدي ياو ياوني إني أجدو قسوة في قلبي كان شعر براسي قلب ديالي بحل حلق صح مقتشكي تأطر بزف كلام الله وكلام رسول الله وكلام الله قالوا خذني إلى الإمام اللي استعد حسن بصراحة الله كان يعتبر هو إمام الزمان ذلك اللي مفتي الكرة الحالة وهو إمام تبعي قالوا خذني إلى الإمام اللي حسن بصراحة الله اللي حسن بصراحة الله لعله يعدد وش الدول دون يديه ودهه وصل من اللي وصل عنده قالوا يا إمام إني أجدو قسمة في القلبي فهل لك أنت أيضاً فلم يزيد أن قرأ عليه قوله تعالى أفرايت إن متعناهم سنين أفرايت إن متعناهم سنين أفرايت إن متعناهم سنين لأننا نقول معرصتي هذه الآية اختصرت مش افراعتين مدعناهم سين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما ابناء عنهم ما كانوا مدعون فريد فريد غنقوا غير في المجال دي الاخوان دي لنا فريد جعلناهم رؤساء حب وجعلناهم رؤساء جمال وجعلناهم رؤساء جهاد وجعلناهم نوابا مرلمانيا وجعلناهم مستشارين وجعلناهم الى اخره الى اخره ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من الموت وما بعدها هذا المتاع كله لذوزه ما اغنعهم ما كانوا يوعدون لا شيء ده بلقدر الله ماشي قاعد الاخرة ده بلو كان كنت تقشي واحد ما عارف غير غير يمشي للسجن انده باع عام يقول لي واش كان ينشي نهار غادي يأكل شي حاجة ويش عرب للددير يصعب جدا غير السجن ولهذا نحن عندنا عهد مع الله سبحانه وتعالى اذا استقبنا وانتقينا ان يحيينا حياة طيبة في الدنيا وان تكون العاقبة عنده خير مدول مهم ما تبقى غير تفاصيل هالإخوان المحترم لهذا انيقلك الاخر الكريف بهذا الخلق بهذا العمال الذي قدمت ايه ولكن واجب ولكن شكل غايديره انترحمه لله دفتيه وشاهدوليك الاخوان وجابوليك شهادة ملبوسع وقيله ولكن ما خيطه هاليك ش اه شو خيطها ننصف لك الفلوس ديان شحب 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 شحبي شMIN شهادة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة